السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صار مدة مقليلة وأكم وأشيارات وتصريحات من كل اتجاه ومستوى من داخل شركة هواوي وحواليها وتأكد هذه التصريحات كلها شي واحد وواحد بس هو أنه عودة هواوي لصدارات الأسواق العالمية قريبة والعودة قريبة حل وطبعاً تشوف العالم كل ما يجدوه إذا ما أقول خايف في صديقي خايف لعندي يسأل سؤال واحد بدون جواب واشلون تقدر هواوي ترجع للسيطرة على مبيعات الهواتف في العالم والحصار الأمريكي حواليها حديدي ويوم عن يوم ده يشدد بركان الغضب ورأس الحرب وبهجمة هواوي المرتدة بعالم التليفونات هو أكيد جهاز واحد ماكو غيره وهو الـ Mate 60 Pro اللي رح يصدمك ويصدم العالم بحركاته والأهم هي إنه لاشلون بدت تتكشفه إياه وأكيد تاك تايم موجودة وجاهزة تخلي التفاصيل كلها أربط أحزامك واستعد الإقلاع الطيارة رح تطير أنا وإنت رح نروح للصين هسا وتحديداً لمقار أبحاث هواوي بمقارها الأشهر بالعالم كله بمدينة الشانزان قبل ما أبدأ بالتسريبات الخطيرة رح أبدأ ياكو بشام رقم واقعي حققتها هواوي بالـ 2023 نمطيك مؤشر أنه هواوي بدأ تبيجومها وناوية نسترجع موقعها فعلياً السوق الصيني أصدقاء للجهزة المطوية يعتبر الأكبر بالعالم وهواوي مسيطرة عليه بالنصف الأول من هذه السنة أوبو أخذت المركز الأول بس الثاني والثالث والرابع والخامس كلها لهواوي هجمة الثانية هو صعود مبيعات هواوي بالهواتف بنسبة 76% عكس باقي السوق كله اللي نزلت مبيعاته بشكل مخيف وبكل مكان بالعالم هذا الصعود بالمبيعات إجوية أعلى تقييم بالتاريخ لهواوي كشركة وصعدت للمرتبة التاسعة بين أقوى الشركات الخمسمية كقيمة سوقية بالعالم شنو اللي رجع هواوي لهي القفزات هسه راح أقول له هناك مصادر قوية أكدت أن هواوي ولأول مرة بكل العالم بالميت ستين برو راح تنطيك نظامين مواحد للانتصال بشبكات المحمول نظام 4G من السين كارتين ونظام 5G من السين كارتين وفضل تقنية طورتها هواوي ويا شركة SMIC الصينية حتى يصنعون مودم لأجهزة المحمول تقنية 5G وبدون ما تحتاج هواوي لأي تقنية من خارج الصين وهذا واحدة هو أكبر ضربة من الحصار الأمريكي المفروض على هواوي هواوي بدأت تدخل هاي التقنية بالهواتف الجديدة بالتصنيع يعني الميت اكس 3 المطويق والبي ستينو برو اللي انطلقوا كأجهزة 4G أول إطلاقهم حسه بدأت تنزل منهم نسخ 4G و 5G ومن السين كارتين ويا هي تحل فأكبر مشاكل نواقص أجهزة هواوي آخر 3 سنوات هي تقنية 5G نحلت وبتقنيات صينية 100% وإذا ما تعرف فأذكرك فإن هواوي تعتبر من أفضل شركات العالم من مودماتها ومعداتها للشبكات والإنترنت وتسيطر واحدها هواوي على 25% من شبكات الإنترنت بالعالم كله رغم العقوبات لليوم ثاني طفرة مهمة هي بالهارموني OS 4.0 اللي انطلقت نسخة البيتا من الأيام اللي فاتت وبتطبيرات كبيرة بكل المستويات بس هذا كنظام مو كل شيء يأثر علينا كمستخدامي خارج الصين لكن اللي يهمني ويهمك ويا أجهزة هواوي إنه كل تطبيقات جوجل وبرامجها وكل البرامج الأمريكية الأصل صارت موجودة على متجر هواوي الأب غالري بس حاليا لازم تحول الموقع والجهاز للإمارات السوق أو الأب غالري رح يطيكوا هذه التطبيقات قريبا رح تتوفر هذه الحركة كل متاجر هواوي بدول العالم ثالث طفرة هي مواصفات حديدية بالميت 60 برو رح نشوفها شاشة عملاقة شبو هفلات لأول مرة نشوفها بهاتف ميت من سبع سنوات من هواوي نوعها OLED من شركة بيو اي بتردد هو لعلى بتليفون فلاكشب من هواوي هو 144 هيرز ودقة الواحد نس كي وإضاءة رح تصعد للألفين شمعة وشاشة رح تدعم الـ HDR10 Plus وتعرض مليار تدرج لوني والأهم أنه رح تجيب قطع بشكل كابسولة يمطيك أول كابسولة ديناميكية من هواوي بتاريخه رح تكون تفاعلية ويالتطبيقات مثل ما سوت أبل بالآيفون 14 برو والديناميك آيلند ماتو همات رح تبقي هواوي على طريقتها للحماية أو الحماية البيومترية المزدوجة وهي البصمة الثلاثية الأبعاد للوجه مثل الآيفون ويالبصمة ضوئية تحت الشاشة المعالج رح يكون ستاب دراغون 8 جن 3 والرامات أخيرا من نوع LPDDR 5X الأسرع وذاكيرات UFS 4.0 الأسرع والأحدد منظومة التصوير بالميت 60 برو قليلة تفاصيل عنها بس إذا أنا متأكد من شيء واحد ويهواوي خصوصا بأجهزة الميت فأنا متأكد أنه رح يكون واحد من أفضل أجهزة العالم بالتصوير بالفوتو والفيديو وكل أجهزة دائما متحتل المراكز الأولى تصنيف موقع DXOMAR في الشهير للتصوير نرجع حسا للسؤال اللي مدوخ الناس هو شلوم قدرت هواوي سوي هالأشياء وبحسب تقرير من مجلة بلومبرغ الشهيرة فهواوي تشتري بشكل غير مباشر مجموعة شبيرة من الشركات الصغيرة عالية التقنية في عالم المعالجات خصوصا وبشكل سري وبعيد عنها وبحسب بلومبرغ فهواوي لحد اليوم مشتري ثلاثة أو أربع شركات من هالنوع فسحبت تقنياتها إله وده تطورها هي خيلوا أن المتحدث باسم البيت الأبيان جاوب على تقرير بلومبرغ وصرح بأن أمريكا بدت تبحث بهذا التقرير وتشوف الرد المناسب إليه ورغم أن أمريكا ما صار لها غير أقل من كم يوم من فرضة عقوبات جديدة على كم شركة صينية إضافية منها هواوي مرة ثانية هذا تشان كل ما عندي لهذا اليوم أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو أشوفكم بالفيديو الجان خير وصحة وسلامة أمريكا جاوة